أهلا وسهلا ومرحبا فيكم عزائي المشاهدين في حلقة جديدة من الديوان ما زلت أذكر لما دخلت على غرفة البالتوك لأول مرة وشفت آيات غريبة وعجيبة بالنسبة لي هم يقولون آيات لكن أنا كنت مستغرب أو لسه ما بعد أصل إلى يقين أنها آيات كان كلام لكن كلام مش زي الكلام اللي سمعته طول عمري كلام شديني جدا حسيت أني أول مرة أسمع هذه الكلام أو هذه اللي يقولون عنها آيات كانوا الأخوة المسيحيين الموجودين في غرفة البالتوك We will always love you again and again اللي ذكرت في اختباري يحطون آيات كده شكلها آيات يعني فيها تشكيل وفيها أرقام تعالوا إلي يا أيها المتعبين يا جميع المتعبين وأنا أريحكم آيات جميلة عن السلام والمحبة وعن الغفران والتسامح وعن الصلاة وعدم الرياء والعلاقة الحقيقية بين الله وبين الناس وبين الناس مع بعضها وبين الإنسان ونفسه أنا حسيت أني بصراحة أبغى أتأكد هل هذا الكلام فعلا موجود لأنه عندي قناعة داخلية أنه مستحيل يكون هذا الكلام صادر إلا من إله حقيقي فاهم الإنسان كويس وعارف إيش ممكن يريح ويعطيه حياة أفضل فقررت من وقت أني أروح إلى الكنيسة اللي كان الرب يسوع المسيح خلاها مؤشر لي علشان لما أحب أوصل له أوصل له من خلالها فلما دخلت المكتبة وطلبت من الأخ اللي شغال هناك يعطيني الإنجيل تفاجعت أن كل الكتب اللي كنت أبحث عنها موجودة في كتاب واحد بس اسم الكتاب المقدس في التوراة والزبور والإنجيل وفي أكثر مما كنت أتوقع فكانت صد مليل الحقيقة وقت عرفت أن الكثير من عامة المسلمين ما عندهم حتى أبسط المعلومات عن كتب المفروض ما يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان فيه كركن أساسي من أركان الإيمان الستة واللي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ألا أن المسلمين ما يعرفون عن هذه الكتب شيء أو خلني قول مش متاح لهم يعرفون عنها شيء وعشان كده لقيت أنها فرصة حلوة نقدم لكم فيها نبذة مختصرة عن كتابنا المقدس وكمعلومات أولية فإن الكتاب المقدس هو أقدم كتاب لم ينقطع تداوله في العالم إلى اليوم وأكثر كتاب موجود له مخطوطات قديمة وهو الكتاب الأكثر قراءة وتوزيع في التاريخ البشري وهو الوحيد الذي ترجم لأغلب لغات العالم لأغلب لغات المسكونة حيث ترجم لألفين لغة تقريبا وطبع منها أكثر من ستة مليارات نسخة وهو أكثر كتاب أوحى برسم لوحات فنية ومقطعات موسيقية وشعر وأدب ومسرحيات وأفلام وهو أكثر كتاب صدرت عنه دراسات وأبحاث وكتب جانبية أما بخصوص محتوى فهو كتاب يبدأ بسفر التكوين وينتهي بسفر الرؤية وأول جملة فيه تقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وآخر جملة فيه تقول نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين والكتاب المقدس كتاب موحى به من الله كتبه رجاله الأتقياء فالآية تقول لأنه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مساقينة من الروح القدس وينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين رئيسيين هم العهد القديم والعهد الجديد ويتكون من مجموعة كتب صغيرة اسمها أسفار وعددها 66 سفر 39 سفر في العهد القديم و 27 سفر في العهد الجديد ويحتوي كل سفر على وحدة أصغر منه اسمها إصحاح وكل إصحاح يتكون من وحدة أصغر منه وهي الآية فالآية تعتبر هي أصغر وحدة في تكوين الكتاب المقدس وتمت كتابة الكتاب المقدس خلال فترة تجاوزت 1500 سنة واشترك في كتابة هذا الكتاب العظيم أكثر من 40 كاتب كتبوه في أماكن مختلفة وأزمان متباعدة وثقافات وخلفيات متغيرة عن بعضها البعض فمنهم الطبيب ومنهم الفيلسوف ومنهم الملك ومنهم الرجل البسيط ومنهم الصياد ومنهم راعي الغنم ومع طول الفترة اللي كتب فيها ومع كثرة الكتاب اللي شاركوا في كتابته ألا أنك تشوفه منسجم ومتناغم ومتماسك ويمشي في اتجاه وموضوع محدد واحد فتصور 1500 سنة وأكثر من 40 كاتب على أنك تلقاه متطابق تاريخيا واجتماعيا ونفسيا وروحيا وثقافيا وموضوعيا بشكل يفوق الوصف وهذا بدون شك وهذا شيء مش غريب ولا مصدر للشك لأن مصدر الكتاب المقدس واحد هو الله سبحانه وتعالى وبشكل عام فالعهد القديم منه أو قسمه الأول ويسمى التناخ فيؤمن فيه اليهود ويؤمن فيه المسيحين في نفس الوقت ويتكون من أسفار التوراة أو كتب موسى الخمسة وهي التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية وهي أسفار تتكلم عن بداية خلق الله للكون وخلق آدم وحواء ووقوع آدم في الخطيئة وتذكر وعد الله لإبراهيم وخروج بني إسرائيل من مصر وبداية فرض الشريعة والأحكام وتنظيم العلاقة بين الله وشعب إسرائيل وبعدها تجي الأسفار التاريخية وتلحقها أسفار أو كتب الحكمة وفيها المزامير أو اللي نعرفها بالزبور وفيها سفر الأمثال اللي كتب النبي سليمان أو الملك سليمان وبعدها تجي أسفار الأنبياء الكبار وأسفار الأنبياء الصغار وبعد العهد القديم يجي العهد الجديد أو الإنجيل وهو الكتاب اللي يؤمن فيه المسيحيين والإنجيل تعني البشارة السارة أو الخبر السار ويبدأ بالأناجيل أو بالبشارات الأربعة وهي إنجيل متى وإنجيل مرقص وإنجيل لوقة وإنجيل يوحنة ومن خلال الإنجيل بنتعرف على شخصية السيد المسيح له كل المجد وميلاده وحياته وتعاليمه وبشارته وأسباب تجسده وإيش قال وإيش فعل ومين أتباعه وكيف نكون منهم فمن خلال الإنجيل تقدر تمشي مع السيد المسيح في رحلته من ولادته مرورا بصلبه وموته وقيامته وصعودة للسماء اللي جاي منها وبعد البشارات الأربعة يجي سفر أعمال الرسل واللي يتكلم عن بداية الكنيسة الأولى ومرحلة النمو والاضطهاد وحلول الروح القدس على التلاميذ في اليوم الخمسين ويذكر تحول اليهودي شاول الطرطوسي أحد أكبر المضطهدين للكنيسة والمؤمنين بسيد المسيح إلى الرسول بولس رسول السيد المسيح وقصة لقاءه بسيده وبعدها تجي رسائل الرسول بولس الموجهة لشعب الكنيسة في أماكن متفرقة والخلفيات مختلفة وعددها 14 رسالة يجي بعدها سابع رسائل لباقي الرسل وينتي الكتاب المقدس كتاب الله وكلمته بسفر الرؤية وفي تجربة شخصية قررت في مرة من المرات أقرأ الكتاب المقدس وأحط خط تحت كل جملة أثرت فيني أو تعلمت منها شيء مفيد والمفاجأة أني لما خلصت شفت أني حطيت خط تحت كل جملة وكل كلمة في هذا الكتاب العظيم واللي أدعوك اليوم عزيزي المشاهد للتعرف عليه والاستمتاء به ومحاولة التعرف من خلاله على الله اللي يحبك ويعلن لك فيه عن نفسه ويقدم لك فيه البشارة بشارة الخلاص والأبدية والمحبة مع كل تحية وحنان فلا تحرم من نفسك من نعمة الله وحاول تتعرف على كتاب المقدس القادر أنه يعطيك رؤية مختلفة عن الإله اللي كنت تعتقد أنك تعرفه شكراً لكم وأتمنى أن تكون هذه الحلقة مشجعة لكم وللكثير من اللي يبحثون عن معرفة الله أنهم يبدؤون رحلتهم ومشوارهم في تعرفهم على الإله الحقيقي ورحلة أصلي أنها تبتدي وتنتهي بخلاصكم يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في الديوان